أعوذ بالله من الشيطان الوديم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون اسقلات ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبسقارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب لمبن بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنت الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إتنا معكم إتنا ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لا يمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترفوا الضلالة بالهدى فما وبحت جاوتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لتركهم في ظلمات لا يبسقرون سقم بكم نعمي فهم لا يرجعون أو كسقج بابن السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أسقابعهم في آذانهم من أسقباع قحذ والموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخقف أبسقارهم كلما أضاء له فمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قادوا ولو شاء الله لذهب بسمعهن بسقارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي دعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنسل من السماء ماءا فأخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن كنتم في غيب ابنب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوغة ابنب مثله ودعوا شهداءك ابن دون الله إن كنتم سقادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا الناو التي وقودها الناس والحداوة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا سقال حاتيتنا لهم درنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثموة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أسود فطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحجي أن يضرب مثلا ما بعوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أتنه الحق من غبهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي نوسقل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحجيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في الأرض دميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذا قال وابك للملائكة اتني داعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبدئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستقبع وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجوة فتكونا من الظالمين فأسلهم الشيقان وعنها فأخرجهما من ما كانا فيه وقلنا بقوا بعضكم لبعض نعدف ولكن في الأرض مستقب ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بقوا منها جميعا فإما يأتيتنكم نتني هدا فما تبيع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم أوفوا بعهدي أوفوا بعهديكم إيايا فوهبون وآمنوا بما أنسلتم قد قل ما معكم لا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وذكتموا الحق وأنتم تعلمون وقيموا اسقلات واتوا الزكاة واركعوا ماء الواكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم داء أنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بسقبر وسقله وإنها لكبيغة إلا على الخاشعين الذين يظنون أتنهم ملاقوا ربهم أتنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم داءني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفسنا عن نفسنا شيئا ولا يقبلوا منها شفاعتكم ولا يؤخذوا منها عدل ولا هم ينسقرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فوقنا بكم البحوة فأنجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكما ظلمتم أنفسكم لاتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقدلوا أنفسكم ذلكم خيغوا لكم عند بارئكم فتاب عليكم إذن هو هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نغى الله جهوتا فأخذتكم اسقاعي قدوى أنتم تنظرون ثم بعثناكم ابن بعد موتيكم لعلكم تشكرون فوللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما وزقناكم وما ولمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حق ترنغفر لكم خقاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا علي الذين ولموا رجس ابننا السماي بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نظر بعسقاك الحجر فانفدغت منه ثنتا عشوة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسقبر علاقة عام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما قلها وقثائها وفومها وعدسها وبسقلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهمقوا مسقرا فإذن لكم سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بيتنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون اتنبكين بغير الحق ذلك بما عسقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا ورنسقار واسقابئين من آمن بالله واليوم الآخر يوعمل اسقالحان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت ابن بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم وتبن الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قوة خاصئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عدة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إذن الله يأمرك ما تذبح مقراه قالوا أتتخذناه سبا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبكر لنا ماهي قال إذنه يقول إذنها بقرة لفارد ولا بكر أعبان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبكر لنا ما لونها قال إذنه يقول إذنها بقرة نسقفر وأفاقع لونها تسوقت ناظرين قال دع لنا ربك يبكر لنا ماهي إذن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إتنه يقول إتنها بقرة لا ذلولون تفيغ الأرض ولا تسقي الحوثة مسلمة لا شيد فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذن قتلتم نفسنا فاداوأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجاوة لما يتفجغ منه الأنهار وإن منها لما يشطك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهمق من خشية الله فما الله بغافل عب ما تعملون أفتق معون أن يؤمنوا لكم لقد كان فريق ابنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمدنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه ابن ما فتح الله عليكم ليحاجوكم ابنه عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أبميون لا يعلمون الكتاب إلا ما نكب إنهم إلا يذرنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نب ما كتبت أيديهم فويل لهم نب ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا إجامة معدودة والأتحدث معند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاقت به خقيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب اللنت هم فيها خالدون وإذا خدنا ميثاق بني صوائل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسن وقيم مسقلات واتوا السكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم دا أنتم معرضون وإذا خدنا ميثاقكم لا تصفكون الدماءكم لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم دا أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم نتخرجون فريقتناكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فإن يأتوكم ساوى تفادوهم لهو محوم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفغون ببعض فما جساء من يفعل ذلك منكم إلا خسيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغدون إلى أشد العذاب وما الله بغافل وعب ما تعملون أولئك الذين اشتربوا الحياة الدنيا بالآخره فلا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينسقرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بغسل وآتينا عيسى بن مريم البينات ويجدناه بغوح القدس أفكلما جاءكم رسول ابن ديما لا تهوى مفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهن فقليل ابنا يؤمنون ولما جاءهم كتاب ابن نعود الله موسقد قل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ابن عرفوا كفروا به فلعنتوا الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسه من يكفروا بما أنزل الله بغينا يكن نزل الله من فضله على ما يكنشاء من عباده فباءوا بغضبنا على غضب وللكافرين عذاب ابنهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق المسقد قل ما معهم قل فلم تقدلون ابن يا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم ابن نوسى بالبجنات ثم اتخذتم العجل من بعده فأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ابن قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعسقينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم له إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الداغ الآخرة عند الله خالص قتب نعدون الناس فتمتنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمتنوه أبدا ابن ما قدمت أيديهم والله عليم ابن الظالمين ولتجدنهم أحوسق الناس على حياه ومن الذين أشركوا نود أحدهم لو يعمروا الفسنة وما هو بمسحزحه من الأعذاب أكن وعمر اللهم سقير ابن ما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مسقد قل ما بين يديه وهدى وبشغى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته وغسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات ابن الجنات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق ابنهم والأكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول ابن عبد الله مسقد قل ما معهم نبذ فريق ابننا الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانتنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياقين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياقين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إذنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفتقون به بين الموء وزوجه وما هم يضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أتنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة ابن عبد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للغافرين أعذابنا لهم ما يود الذين كفغوا من أهل الكتاب وللمشركين أجنسل عليكم ابن خير ابن ربكم الله يختسق بوحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ناصخ من آية أو نوسها نأتي بخير ابنها أو مثلها ألم تعلمتنا الله على كل شيء قدير ألم تعلمتنا الله له ملك السماوات والأرض وما لكم دون الله من وليك ولا نشقير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ول سواء السبيل ود كثير ابن أهل الكتاب لو يغدونك ابن بعد إيمانكم كفاغا حسد ابن عند أنفسه ابن بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واسقفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير واقي مسئلات وآت السكة وما تقدم لأنفسك ابن خير تجدوه عند الله إن الله مما تعملون مسقير وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هدن أو نسقارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم منكم دمسقادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند وابه ولا خوف عليهم لهم يحسنون وقالت اليهود ليست إن نسقارا على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يخلفون ومن أظلم مبمنع مساجد الله أن يذكى فيها سمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون مديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبله ابنثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومك يوقنون إنا أوصلناك بالحق بشير ونذيرا ولا تسهلوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهد ولا تنسقر حتى تتبع ملتهم قلتنا هدى الله هم الهدى ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولك ولا نسقير الذي نعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسغائي لذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم لأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفعوها شفاعة ولا هم ينسقرون وإذ بتلا إبغاهم ربه بكلمات فأتب مهد قال إتني داعلك لتناس إماما قال ومن ذو الرقة قال لا ينال عهد الظالمين وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من المقام إبغاهم مسقلا وعهدنا إلى إبغاهم وإسماعيل أن طاهر بيطيا للقائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبغاهم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثموات من آمن منه بم الله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أذقره إلى عذاب النار وإذ يرفعوا إبغاهم القواعد من البيت وإسماعيل وابنا تقبل متنا إنك أنت السميع على لهم وابنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذو الرقةنا أمت بنسلمتا لك وأرنا مناسكنا وتبعلينا إنك أنت التواب وحيهم وابنا وبعث فيهم وصول ابنهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت الأسيس الحكيم ومن يرغب عن منذ إبغاهم إلا من صفها نفسه ولقد اسقفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن أسقال حين إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وفسقى بها إبغاهم وبنيهم يعقوب يا بنيك يتن الله اسقف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهم تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبغاهم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كصبت ولك ابنا كصبتم لا تسألون عب ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نسقارا تهتدوا قل بل ملة إبغاهم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمتنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبغاهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباقي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتيت نبكنا من ربهم لا نفرق بين أحد ابنهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمت ابنه فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع لليم اسقبغة الله ومن أحسن من الله اسقبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنحن له مخلصون أم تقولون إن إبغاهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نسقارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله أم الله مغافل وعب ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كصبت ولكمنا كصبتنا لا تسألون عب ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى اسقراء المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا وصلوا عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع وصل من من ينقلب على أقبيه فإن كانت لك بيغة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نغى تقلب وأن قد نغى تقلب وجهك في السماء فلنوليتنك قبلتنا ترضاها فولي وجهك شقا والمسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجوهكم شقرا فإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أتنه الحق من ربهم أم الله يغافلنا بما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ابن تبعوا قبلتك وما أوت بطابع قبلتهم وما بعده ابن تابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواء ابن بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين أوتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم وإن فريقتنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونتن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله دميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شق والمسجد الحرام وإنه للحق من غبكم من الله يغافلنا بما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شق والمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم لا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا مسقبر وسقله إن الله مع اسقابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله يا مغات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلوتنكم نشيء ابننا الخوف والجوع ونقصقب من الأموال والأنفس والثموات أبشر اسقابرين الذين إذا اسقابتهم مسقبة قالوا اتنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم اسقلوات بنغبهن الرحمة وأولئك هم المهتدون إن اسقف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أم اعتمر فلا جناح عليه أن يتوظف بهما ومن تقضع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يقومون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيتناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واسقلح وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاغ أولئك عليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخدلاف الليل والنهر والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنسل الله من السماء فأحجى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتسقري في الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض إلى آيات لقومك معاقلون ومنت الناس من يتخذ من دون الله أندادك يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشهد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون الأعذاب أتنى القوة لله ذميعا وأن الله شديد العذاب إذا تبغى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء الأعذاب وتققعت بهم الأصباب وقال الذين اتبعوا لو أتنى لنا كوة فنتبغى منهم كما تبرأوا متنا كذلك يريهم الله أأمالهم حصرات عليهم وما هو ابن خارجين من النار يا أيها الناس كلوا من ابننا في الأرض حلالا قيما ولا تتبعوا خطوات شيقان إنه لكم عدو مبين منما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين يعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء سقم بكم نعمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من قيبات ما وزقناكم نشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حوى معليكم والميتة والدم ولحم الخنزر وما أهل به لغير الله فمن إذ قرى غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله رفور ورحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في مقونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب نليم ولئك الذين اشتربوا ظلالة بالهدى ولا عذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بيتنا الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق وعيد ليس البغاء تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البغاء منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبكين وآت المال على حبهن بالقرب واليتام والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي النقاب وقام السقلات وآت السكة والموفون بعهدهم ذا عاهدوا والسقابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اسقدوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بداء إليهم حسان ذلك تخفيف من ربكم الرحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكن في القساس حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسقية للوالدين والأقربين بالمعروف حقنا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمعنا عليهم فمن خاف من ابنه سقنجن فنأو إثمان فأسقلح بينهم فلا إثم عليه إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اسقيامكم ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أجامكم معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدد ابننا أجام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية قاعم مسكين فما تقضع خيرا فهو خير له وأن تسقموا خير لكم إنكم تعلمون شهر رموان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجنات ابننا الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسقمه أما كان مريضا أو على سفر فعدد ابننا أجام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عدني فإطني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة السقيام وغفتوا إلى نسائكم هن لباس لكم دانكم هن لباس لكم دانتم لباس لهدن علما الله ويتنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عليكم فالآن باشغوهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيق الأبيض من الخيق الأصود من الفجر ثم أطب مسقيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وآياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أمغى لكم دينكم من الباقل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق أمغى للناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقع للناس والحج وليس البغ بي أن تأتل بيوت من ظهورها ولكن البغ ومن اتقاه وأتل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحوامي حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن يتهم فإن الله وفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يتهم فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقسقاس فمن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم نتقوا الله واعلموا يتنى الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إتنى الله يحب المحسنين وأتبموا الحج والعموة لله فإن حشقرت فما استيسر من الهديك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما كان منكم مريضا أو يهيد ابن غأسه ففدية ابن نسقيام أو أسقد قدنون سك فإذا أمنتم فما تمتع من العمرتي إلى الحج فما استيسر من الهديك فمن لم يجد فسقيام ثلاثة أجام ثلاثة أجام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلقى شرط كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحقام واتقوا الله واعلموا أتنى الله شديد الإنقام الحج أشهرط معلومات فما فرض فيه إن الحج فلا وفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير والذات التقوى والتقونياء للألباب ليس عليكم جناحنا وتبتغوا فضلت من غبكم فإذا أفضت ابن العرفات فاذكروا الله عند المشاري الحرام واذكروه كما أهداكم لأن كنت ابن قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفضت ناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قويتم ناسيكم فاذكروا الله كذكريكما باءكما وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له فلا خيوة من خلاق ومنه ابن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نسقيب ابن ما كسبوه والله سريع لحساب واذكروا الله في أيامكم معدودات فما تعجل في يومين فلا إثم عليه فما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أتناكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخسقام وإذا تولى صاعر في الأرض ليفسد فيها ويهلق الحوث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته لعزة بالإثم فحسبه دهتنا ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف ابن العباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات شيقان إنه لكم عدود ومبين فإن انزلت ابن بعد ما جاءتكم البينات فأعلموا أتنا الله أزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال ابننا القمام والملائكة وقذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كما آتيناه ابن آية ابن أجنة فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الإقاب سجنا للذين كفأوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله ارزق من يشاء وغير حساب كانت ناس أمة واحدة فبعث الله النبكين مبشرين ومندرين وأنسل معهم القتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البجنات وبغيب مينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى سقراق مستقيم أما حسبتم أن تدخلوا الجتنة ولبنا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وسلسلوا حتى يقول وصلوا الذين آمنوا معه متى نسقل الله ألا إتنا نسقل الله قريب ابنه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يغدوكم عن دينكم إن استقاعوا فمن يغتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حمقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك صحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هادروا وتاهدوا في سبيل الله أولئك يرجعون الرحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوة ذلك يبين الله لكم والآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسقلاح لهم خير فإن تخالقوهم فإخوانكم الله يعلم المستدى من المسقلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله أزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمدوا بمؤمنة خيروا بني بمشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا بمؤمنة خيروا بني بمشركة ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجدنة والمغفرة بإذنه أيبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن حتى يقهرن فإذا تقاهرن فأتوهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقاهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أرنى شئتم نقدم لأنفسكم أتقوا الله وأعلموا أرنىكم نلاقوه أبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم وانتبروا وتتقوا وتسقلح بين الناس والله سميعنا لهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم لما كسبت قلوبكم والله وفوغ نحليم للذين يؤلون من نسائهم تربسقوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله وفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميعنا عليم والمطلقات يتربسقن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كتن يؤمن بالله واليوم الآخر أبعولتهن أحق بغدهن في ذلك إن أوادوه إسقلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللردال عليهن دوده والله عزيز حكيم الطلاق موغتان فإن ساك ابن معروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مبنا آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن أخفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدد به تلك حدود الله فلا تعددوها أمن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له مبعد حتى تنكح سودا غيره فإن طلقها فلا جناح عليه من يترى جعائم ضدنا يقيم حدود الله تلك حدود الله مبجنها لقومك معلمون وإذا طلق دمت نساء فبلغنا أجلاتنا فأمسكوهن بمعروف أو تسريحوهن بمعروف فلا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا أمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم ما أنسل عليكم ابننا الكتاب والحكمة يعيدكم به أتقوا الله وأعلموا أتنى الله بكل شيء عليم وإذا طلق دمت النساء فبلغنا أجل هرن فلا تعذلوهن ياكحن أزواج هرن إذا ترى ذو بينهم المعروف ذلك يوعد به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلموا وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أواد أن يطب من رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تغلف نفس إلا وسعها لا تغرب والدة ابن بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أواد فسقالنا عن طراض ابنهما وتشاورنا فلا جناح عليهما وإن أودتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمت ابن آتيت ابن المعروف واتقوا الله وأعلموا أتنى الله مما تعملون بسقير والذين يتوقون منكم يذاغون أزواديكم يتربسقن بأنفسهن أربعة شهر وشهرين وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرض ابنه من خقبة النساء أو أكناط في أنفسكم علم الله أتنكم ستذوقونهن ولكن لا تواعدوهن سوءا إلا أن تقول قولة معروفة ولا تعزموا أقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وأعلموا أتنى الله غفوغ حليم لا جناح عليكم يطلق دمر النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلق دمرهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسقف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفوا الذي بيده أقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنصوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسقير حافظوا على اسقلوات واسقلات الوثقاء فقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمك اثنى لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم أن يذغون أزواجا واسقية لأزواجه ابن تاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه ابن معروف والله أزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبكن الله لكم آياته لعلكم تعقلون أقلم توا إلى الذين خرجوا من دياره ابنهم ألوفا حذى والموت فقال لهم الله ووتو ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أثنى الله صميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا الله يقبض ويبسق وإليه تردعون ألم توا إلى الملائم ابن نيس وإلى من بعد موسى إذا قالوا لنبيك الله مبعث لنا ملكة نقاتل في سبيل الله قال هنا عسيتم نكتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلا بنا كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليل ابنهم الله عليم ابن الظالمين وقال لهم نبيهم إذن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أذن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤد ساعة ابن للمال قال إذن الله اسقطاه عليكم نساده بسقطا في العلم والجسم الله يؤتي ملكه من يشاء الله واصع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة ابن غبكم وبقية ابن ما ترك آل موسو وآل هون تحمله الملائكة إن في ذلك لا يتلك من كنتم مؤمنين فلما فسقل قالوت بالجنود قال إذن الله مبتليكم من نهر فمن شرب منه فليس متني ومن لم يقعمه فإتنه متني إلا من اغترف غرفة ابن يده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما دافزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يذر نون أتنه من الله كابن فئة قليلة غلبت فئتنا كثيغة ابن بإذن الله اللهم عسقابرين ولما برسوا جالوت وجنوده قالوا غبنا أثرغ علينا سقبرا وثبت قدامنا وانسقرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فقتل دابود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه ابن يشاء ولولا دفع الله اتنس بعضه ابن فسادت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله تلك غسل فضل بعضهم على بعض منه ابن كلم الله ورفع بعضهم دواجات وآتي ناعي سبنا ما عيما البجنات وأجدناه بروح القدس ولو شاء اللهم اقتل الذين مب معده ابن بعد ما جاءتهم البجنات ولكن اختلفوه فمن ابن آمن ومن ابن كفر ولو شاء اللهم اقتل ولكن الله فعل ما يريد يا ايه الذين آمنوا وانفقوا ميت ما رزقناك ابن قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عمده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء ابن علمه إلا بما شاء وسع كرسجه السماوات ولا الأرض ولا يؤده وحفظهما وهو العليق العظيم لا إقواها في الدين قد تبين وشهد من الغي فمن يكفر بالقاغود ويؤمي ابن الله فقد يستمسك بالعروة الوثقى لأنفس قام لها الله سمي عن آليم الله ولك المصالدون ولم دغ إلى الذي حاج إبغاهم في ربه أن آتاه الله المل إذ قال إبغاهم وبي الذي يحجي ويميت قال أنا أحجي وأميت قال إبغاهم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مرى على قرية وهي خافية على عروشها قال أتنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميت عامن ثم بعثه قال لبثت يوم أو بعد يوم قال بل لبثت ميت عامن فانظر إلى قعامك وشوابك لم يتفسد فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لتناس وانظر إلى العذام كيف نوشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أتنا الله على كل شيء قدير وإذا قال إبواهم ربي أريني كيف تحجي الموت قال أبلا تؤمن قال بلى ولكن يقمئت قلبي قال فاخذ أربعة من قير فاسقرهن إليك ثم جعل على كل جبل ابن هرن جسأ ثم دعوهن يأتي نك سعيا واعلمت الله أسيس حكيم مثل الذين ينفقنا مغالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة يأتحبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم الذين ينفقنا أمغالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفق متن ولا أذى لهم أجرهم عمد ربهم ولا خوف عليهم للاهم يحزنون قول معروف ومغفرة خير يطبعوها أدى الله ونيك حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقل اسقد قواتك من المتن والأدى كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل اسقفوان عليه تراب فأسقاب ه وابل فتركه اسقل لا يقدرون على شيء ابن ما كسبوه الله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقنا مغالهم بتغاء مرضات الله وتثبيت ابن أنفسهم كمثل ذات ابن أبوات أسقاب هوابل فآدت أكلها دعفين فإن لم يسقب هوابل فطل الله ما تعمل مسقير أيود أحدكم أن تكون له ذات ابن نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثماغات فأسقاب الكبغ وله ذجة وضعفة فأسقاب هاعي إسقار فيه نار فحترق كذلك يبين الله لكم لا يتلع لكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من قيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لك ابننا الأرض ولا تيبمم الخبيث منه تنفقون ولستم ياخديه إلا أن تغمدوا فيه وعلموا أتن الله ونيكن حميد الشيقان يعيدكم الفقر ويأمركم للفحش والله يعيدكم مغفغة ابنه وفضلا والله واسع نعليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدوتي خيرا كثيرا فما يذكر إلا أولو الألباب وما فقد ابن فقد ونظر ابن فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنسقار إن تبدو قدقات فنئب ما هي بإن تخفوها وتؤطوه الفقراء فهو خير لكم ويكفروا عاكم ابن سجيئاتكم اللهم ما تعملون خبير ليس عليك هداهم نلاكتنا الله يهدم يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفق إلا بدقاء وده الله وما تنفق من خير وفأ إليكم نعم لا تظلمون للفقراء الذين حسقروا في سبيل الله لا يستقيعون ضربا في الأرض حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفه ابن نفسي ما هم لا يسألون الناس الحفا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفق نأم قاله من الليل واتنه سر وعلان يتنف لهم أجرهم عن دربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون الذين يأكلون ضرب لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بيتنهم قالوا اتنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحوام الربا فما جاء أخم عيدة من ربه فانته فله ما سلف أمره إلى الله ونعاد فأولئك صحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربس قدقاد الله لا يحب كل كفار نثيم إن الذي نام وعمل اسقال حد وقام اسقال توات والزكاة له مجرهم عند ربهم ولا خوفنا عليهم لهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقنت المؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ابن الله ورسوله وإن تبتم فلاكم رؤوس أمو غالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرتنا فنظيرة إلى من صراح فأنت صدقوا خير لكم يقول تعلمون واتقوا جوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تباين تبني دين إلى أجلب مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب مل عدل ولا يأب كاتبنا يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله وابه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفي أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الولي بالعدل يستشهد شهيدين من رجال فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان بما تردون من شهدائ أن تضل إحداهما فتذك وإحداهما الأخرى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا تعطابوا إلا أن تكون تداوة حاضرة تضيغونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يور كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإتنه فسوق أمنكم يتق الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم شهادة أمن يكتمها فإتنه آثم قلبه والله ما تعمل نعليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسك ما تخفوه يحاسبك بمه الله فيغفر لما يتنشاء ويعذب ما يتنشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ابن رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفغانك ربنا وإليك المسقير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إذ نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسقنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفعتنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسقرنا على